ويمكن ده اللي ساهم وطبعا أنت برضو صححيلي ومهم جدا أسمع إجابتك في الموضوع ده ده اللي يمكن اللي ساهم في تحويل بعض أعماله لأعمال سنمائية أكيد يعني قربه من الناس وقربه من الأحياء الشعبية ونشأته وتربيته وحياته وصفاته يمكن ده خلاه عارف يشوف أو يجسد الشخصية المصرية بجلد وهو كتب فيه بعض الأعمال كتبها مباشرة للسينما مش متاخدة من رواياته أي فلا يعني مثلا لو تكلمنا عن أرض النفاق فهي التصوير بتاعها والتدخلات بتاعته جاية من هو شخص مصري مصري متأثر بمصر وبطبيعة مش هقول النفاق بس بطبيعة بعض الشخصيات المصرية اللي عايز أكتر أي فلا يعني أعتقد ده كان ليه تأثير كبير فعلا إيه أكتر الأعمال اللي تحولت لأعمال سينمائية أو إيه أكتر الأعمال اللي هو كتبها للسينما أيا ما كانت يعني اللي أنت بتحبيها أو أنت شايفة أنه أن هي كمان أضافت لمشوار والأدبي كتير أنا من المشغيرة بحب رد قلبي بسبب ما زكته أه ولقيني بحب مريم فخر الدين جداً الحقيقة وبين الأطلال بين الأطلال بالمسختين بتاعتوك بين الأطلال أنت وغدا من الإسم بين أطلال يعني وغدا من الإسم في إسم كتابك مظبوط ده تأثيراً أو تأثراً بالفيلم ولا أنت كنت أصدى ده يعني عنوان الكتاب أختارتي من من الفيلم بتاعه ولا أختارتي إزاي؟ أختارته من الرواية واختارته لأنه أنا ما كتبت كل حاجة عن يوسف السباعي أه فما قدرش أقول أن دي سيرة حياتي يوسف السباعي كلها كان لسه في حاجات هناك حاجات كتير معروفة أو مش معروفة زي ما بقولك طالما ما ما سجلتش معه شخصياً عمري ما هحط إيدي على حياته كاملة ممكن تكملي كتاب تاني فيها المعلومات أو الحكايات الخاصة بحياته اللي ما كتبتهاش في الكتاب الأولاني ممكن يكون فيه طبعة تانية مثلاً تكملة لأطلال السباعي ممكن فكرت فيها فكرت في أي مشروع جديد ولا خلاص لسه واخدى راحة شوية رواية بقى الموضوع كان مرهق قوي الكتاب عن شخص فإن شاء الله رواية المشروع جديد إن شاء الله رواية عن إيه الموضوع بتفكري في أي موضوع معين بتفكري في حكاية بتميلي لإيه في روايات يعني شكل حبك إيه للروايات أنا رايحة للجانب التاريخي في روايات شوية التاريخي أو يعني أنا لسا أنا ما كتبتش حتى الآن تاريخي أنا بكتب اجتماعي بسيط جداً أنت غوية توثيق بقى أو غالباً الروايات التاريخية لما بقرأها بتعجبني فأحب أكتب اللي يعجبني أنا بحب أكتب الحاجة لكب أقرأها هل مرحلة تاريخية معينة بتشغل بالك أو بتحديها؟ الحرب العالمية الأولى بس في مصر يعني وضع مصر كان عامل إزاي في الحرب العالمية الأولى آه مش التانية آه جميل ترجمة نانسي قنقر